فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وسبب نزولها مشهور وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهطن إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروك أنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري وهذا لفظه وروه مسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى فقال ما بأل أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نعم هذا الحديث بروايته يعطينا أنه من يريد الله جل وعلا والدار الآخرة فإنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهذا هو الطريق الصحيح ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدي الظاهر والباطن فإنه هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وأما من زعم أن عمل الرسول قليل وأنه مغفور له وليس بحاجة إلى زيادة العمل وأما غيره فهو بحاجة إلى زيادة العمل لأنه لم تضمن له المغفرة كما يظهر لهذا القائل فهذا فهم خاطئ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير وأسبقهم إلى فعل الخير لكنه باعتدال لكنه بمرونة لكنه بمداومة لكنه بإتقان لكنه بإخلاص لله عز وجل فالعمل ليس العبرة بصورته وإنما العمل بحقيقته ونوعيته وهذا هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أهل الصلاح والاستقامة وأهل العلم والرسوخ في العلم فمن زعم أنه يأتي بخير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا إلا أن يكون ذلك عن اجتهاد منه ورابة في الخير فيكون مخطئا فقوله صلى الله عليه وسلم ليس مني ليس معناها أنه كافر ولكن معناها أنه ليس على طريقتي أو يقال أنه من باب الوعيد فيمر كما جاء مع العلم بأن هذا لا يقتضي الكفر والخروج من الملة نعم ذكرت بشيخ أن هذا مبطل من يقول أن عمل رسول الله قليل لأنه مغذور له وهذا فهم الخطأ في المقابل هنا كما أن إذا قيل هذه سنة رسول الله خال أين نحن من رسول الله نحن لا يطلب أن نعمل مثل عمله فيحتج تقسيره هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه هذا كلام باطل يعني كلاهما طرفين قيل نعم فنحن مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حسب استطاعتنا مأمور بالاقتداء والحرص على الخير وفعل الخير بحسب مقدرتنا واستطاعتنا